رجعة الحسين في آخر العصر القائمي الأول سيرجع الحسين لن أطيل الكلام سأقرأ عليكم مما جاء في الحديث عنهم صلوات الله عليهم من الجزء الثامن من الكاف الشريف وطبعة دار التعارف بيروت لبنان صفحة 170 رقم الحديث 250 الحديث هو الحديث الذي قرأت عليكم منه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين قال قتل علي بن أبي طالب وطعن الحسن ولتعلن علوا كبيرا قال قتل الحسين والرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يقول وهو يحدثنا عن خروج الحسين فيقول خروج الحسين في سبعين من أصحابه هم الذين قتلوا معه وقد حدثهم بهذا الحديث في ليلة عاشوراء مر علينا هذا الكلام خروج الحسين في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهب البيض جمع لبيضة والبيضة هي الخوذة التي تلبس في الحرب وفي القتال خروج الحسين في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهب لكل بيضة وجهان المراد لكل بيضة وجهان هناك تصميم ونقش وصورة في الجهة الأمامية وفي الجهة الخلفية هذا هو وجه البيضة وجه البيضة الخوذة التي تلبس ولربما الرواية تريد أن تشير إلينا من أن هذه البيضة بهذه المواصفات ليست كالبيضة التي كانت تلبس في الأيام القديمة وإنما تتناسب مع عصر الرجعة قطعاً الأسلحة ستكون مختلفة كل شيء سيكون مختلفاً كم بين الحرب العالمية الثانية وهذه الأيام مدة زمانية محدودة لم تصل إلى قرن من الزمان دون القرن من الزمان ما بين الحرب العالمية الثانية وما بين أيامنا هذه كم هو الفارق في التكنولوجيا وكم هو الفارق في الأسلحة والتدريب وكم هو الفارق في الطائرات والصواريخ وكم 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 لكن الأحاديث لا بد أن تأتي باللسان المناسب للمتلقي في زمانه أو في الأزمنة القادمة وضعوا لنا هذه الإشارة فما كان معروفاً أن الخوذة لها وجهان على أي حال هذا ليس مهماً حديثنا ليس في التفاصيل حديثنا في الخطوط العامة لهذه العناوين الرئيسة التي وضعتها بين أيديكم في قائمة العناوين في الحلقة الأولى خروج الحسين في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهب لكل بيضة وجهان هؤلاء ماذا يفعلون السبعون المؤدون إلى الناس سيتحركون بين الناس المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين أن هذا الحسين قد خرج قد خرج إليكم حتى لا يشك المؤمنون فيه وأنه ليس بدجال ولا بشيطان لأن البرنامج الإبليسية سيتحرك تحركا هائلا وسيخرج للناس ما يخرج إن كان ذلك في الزمان القريب من عصر الظهور أو في زمان الظهور سيخرج ما يخرج للناس من الألعيب التي سيجعل المؤمنين يشككون في الحقائق التي ستكون ولذا فعملية التمهيد من قبل أصحاب الحسين لا بد أن تتحرك على الأرض ومن هنا سيكون ظهور الحسين في زمان القائم صلوات الله عليه كي يمهد القائم لرجعة الحسين وكي يصدق الناس بذلك من خلال برنامج تمهيد إمام زماننا لكل تلك التفاصيل كي يرشد الإمام القائم الناس إلى الحسين هذا هو السر في رجعة الحسين أيام القائم صلوات الله وسلامه عليه وسيستعين القائم بأصحاب الحسين كي يبين الحقيقة للناس خروج الحسين في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهب لكل بيضة وجهان هؤلاء هم المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين أن هذا الحسين قد خرج حتى لا يشك المؤمنون فيه وأنه ليس بدجال ولا بشيطان والحجة القائم بين أظهرهم بين أظهر الناس هو الحاكم حينما يظهر الحسين راجعا فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين تلاحظون أن المجتمع ما هو بمجتمع معصوم هو بحاجة إلى تبليغ ولذا فإن العقيدة الصحيحة في عصر الغيبة ستكون سببا في ثبات القلوب في عصر الظهور وفي عصر الرجعة هذا المضمون هو الذي أشارت إليه زيارة آل ياسين فماذا نقرأ في زيارة آل ياسين وأن رجعتكم حق لا ريب فيها أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان هذه الزيارة التي وردتنا من الناحية المقدسة من إمام زماننا وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فالعقيدة السليمة في زمان الغيبة تقودنا إلى الموقف السليمي في زمان الظهور وفي زمان الرجعة في بداياتها إن أدركنا ذلك أو إن رجعنا في ذلك الزمان الحكاية حكاية ما هي بحكاية يسيرة فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين جاء الحجة الموت حينئذ يقتل إمامنا جاء الحجة الموت فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي قطعا سيلحده في حرم الله في أشرف أرض في كربلاء سيلحده في كربلاء في أشرف أرض وأشرف مكان في كربلاء حرم الحسين فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي ثم يقول إمامنا الصادق مبينا هذه القاعدة ولا يلي الوصي إلا الوصي لا يلي الصديق إلا الصديق ولا يلي الوصي إلا الوصي هذه من القواعد الواضحة والثابتة في شؤون محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل